نقطة تانية محمد الشناوي محمد الشناوي كلمت عنه المرة اللي فاتت وكلمنا عنه استوديات اللي فاتت كلها جول منتخب مصر وحارس النادي الاهلي رقم واحد وقلنا احنا طمنا على احراسة النادي الاهلي في وجود مصطفى شبير حارس المستقبل ان شاء الله انما يبقى محمد الشناوي يليه مصطفى شبير محمد الشناوي افضل حراس مرمى مصر وضع طبيعي انا وانا لعيب اي لعيب ممكن يخطئ عادي ولكن خلينا ناخد مثلا الماتش اللي فات الماتش اللي فات لو لا وجود محمد الشناوي ولو لا تقلقه في المباراة يمكن ما كانش الاهلي خد نقاط المباراة شايل انفرادين شايل كورتين من جنب الايم صعبين جدا 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 يعني شايل لك اربعة جوال تقريبا اربعة جوال بنسبة تسعة وصعين في الماية كل مباراة النادي الاهلي وكل البطولات طيب النادي الاهلي محمد الشناوي مجهود وباين فيها فلما نيجي نتكلم على محمد الشناوي وانتا محمد الشناوي دي ناس زين بقول لحضراتكم ناس بتحاول تهد في النادي الاهلي ناس بتحاول تهد في النادي الاهلي وشوفنا النغمة دي لو حضراتكم فاكرين فاكرين سانداونز السنة اللي فاتت بعد مارس سانداونز ايه اللي حصل الهد والدخول بشراسة في اعماق النادي الاهلي والنادي الاهلي واع والنادي الاهلي مالوش قومة ولعيبة النادي الاهلي انتهو والمنظومة مش عاربة تاعة النادي الاهلي حصلها ايه ولكن بعد كأن مباراة سانداونز هي كلمة السر في اللي حصل بعد كم النادي الاهلي ماشي كويس توقيتات البطولات كان صعبة جدا 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 السنة دي بطولتين صعبين جدا قبل ما النادي الاهلي حتى يكتمل بدنيا فنيا وزهنيا لقى نفسه بيلعب مباراة سوبر والظلامة كمان في مباراة السوبر وبعدين دخلنا على بطولة الدوري الافريقي والوقت صعب جدا جدا وانت مش مهيق وعندك كسابات كتير والمشات كل يومين ثلاثة فالامور صعبة احنا دلوقتي مركزين في البطولة اللي قدامنا دلوقتي مركزين في بطولة الدوري اللي احنا ابطالها واللي احنا واخدين ارقامها القاسية كلها احنا احنا اصحاب الارقام القاسية في كل البطولات ولكن فرق كبير جدا 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 بيننا وبين اللي بعدين في بطولة الدوري فلما الاخوة اللي هم دمهم خفيف بيحبوا يتكلموا عشان نادي الاهلي وكل ما تشيطلع يقولك نادي الاهلي ما سحقش المكسب على فكرة أنا ممكن أن ربنا يديني المكسب ماتش يديني المكسب ماتشين بس مش هيديني على طول بس أنا بكتهد والمكتهد ربنا بيوفقه المكتهد ربنا بيوفقه ممكن بيبقى فيه أخطاء في الملعب آه إحنا شايفين فيه أخطاء على فكرة وإحنا بنقول إن فيه أخطاء في الملعب وكل ماتش هتلاقي أخطاء وكل ماتش بنتعلم من الأخطاء هو ده النادي الأهلي هو ده النادي الأهلي اشتركوا في القناة